اشتركوا في القناة ادين بها احسان قاضي لا أسس لها من الصحة احسان قاضي ادين الأسبوع الماضي بسبع سنوات السجن الحكم الذي استنكره أنصاره واستنكروا قصوة النظام الجزائري في تعاملها مع الأقلام الحرة ويذكر أن قاضي احسان وجهت له تهم تلقي أموال من الخارج لأغراض دعائية وتلقي أموال لأداء أعمال من المحتمل أن تقوض الأمن القومي وسير العمل الطبيعي للمؤسسات توفي ليلة أمس رشيد العرابي ابن بلكور والذي ينحضر من منطقة طولجا ببسكرا أحد سجناء التسعينيات بسجن باتنا بعدما قضى ما يقرب الثلاثين سنة داخل السجن رشيد العرابي سجن بتهم وهي من قبل المحاكم الخاصة التي أنشأها النظام الجزائري زمن الإنقلاب العسكري في تسعينيات القرن الماضي إنا لله وإنا إليه راجعون أعرب أكثر من خمسين بالمئة من البريطانيين عن اعتقادهم بأن المملكة المتحدة كانت مخطئة في الخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا لاستطلاع رأي جديد واستنادا إلى استطلاع شامل 1552 يعتقد ما يقرب الثمانين بالمئة أن المملكة المتحدة يجب أن تكون لها علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل بينما يريد 43% أن تنضم المملكة المتحدة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي و13% يفضلون العودة إلى السوق الموحدة فقط وتشكل ويذكر أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي قبل 6 سنوات وبعد خروجها من الاتحاد غرقت في أزمة اقتصادية خانقة أولها الاحتياج إلى نصف مليون يد عاملة في خطاع الفلاحة قالت جريدة لوفي جارو الفرنسية أن 42% سيصوثون لماري لوبان زعيمة الحزب اليميني المتطرف الفرنسي في انتخابة 2027 هذه التوقعات تبت بعد إجراء استطلاع رأي ل1314 شخصا على الانترنت من الثاني عشر للخامس عشر جوان الحالي الأشخاص من أصول فرنسية والذين صوت 42% منهم لفائدة ماري لوبان هذه النتائج يرجعها الخبراء إلى أزمة الهجرة التي تعيشها أوروبا وفرنسا خاصة وانعدام الأمن بسبب تواجد المهاجرين حسب رأيهم اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالسعي لزعزعة استقرار أفريقيا واعتماد خيارات لا تصب في صالح المجتمع الدولي وذلك في تصريحة على هامش قمة في باريس وقال ماكرون أن روسيا قوة مزعزعة لاستقرار في إفريقيا عبر ميليشية خاصة تنكل بالمدنيين مشيرا إلى أن الأمام المتحدة وثقت حصول ذلك عبر مجموعة فاغنر بجمهورية أفريقيا الوسطى وردا على تصريحة ماكرون أكد الكريملين اليوم الجمعة العمل على إقابة علاقات بناءة مع أفريقيا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوفا لصحفيين أن روسيا تنسج مع الدول الأفريقية علاقات ودية بناءة مبنية على الاحترام المتبادل وشددا على أنها ليست موجهة ضد دول أخرى ولا يمكنها أن تكون كذلك عثر خفر السواحل الأمريكي أمس الخميس على حطام غواصة كانت تقل خمسة أشخاص في رحلة إلى السفينة تايتانيك التي غرقت قبل أكثر من مئة عام معلنا أن دمارها سببه انفجار داخلي كارثي أودى بحياة جميع من كانوا على مدنها لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت خمسة أيام وانطلقت الغواصة تايتان في رحلة مدتها ساعتين قبل صباح الأحد لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة وخمسة وأربعين دقيقة وأعلن مسؤولون في خفر السواحل العثور على خمسة أجزاء كبيرة من حطام الغواصة تايتان التي يبلغ طولها 6.7 أمتار ولم يرد ذكر لما إذ كانت هناك رفاة بشرية قد شهدت في الموقع نهاية هذا الموجز شكرا لكم على حسن الإصرائي والمتابعة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة